السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم وسلم وبركاته اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى إله وصحبه أجمعين إزايكو سنة خمسة عمين إيه ياربو كلكوا تكونوا بخاري حبيبي في الفيديو النهاردة إن شاء الله هنحل أسئلة لسن فور في يونت وان من كتاب بكوايبت أحب أذكركم يا حبيبي أنا إن شاء الله بإذن الله شغل معاكم من كتاب بكوايبت وكتاب المعاصر وكتاب جامع طبعا لا تنسوش تشاركوا في القناة علشان يتصلكوا كل الفيديوهات اللي بتنزل عوه القناة اسم القناة على اليوتيوب الإنجليز وجماله وتابعونا على صفحتي على الفيس بوك اسم الصفحة تعلم بكل سهولة ونبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم هنحل أسئلة لسن فور في يونت وان أسئلة الدرس الرابع في الواحدة الأولى أول سؤال في الدرس الرابع بيقول انظر الكلمات بخطة عريض صلة بمعانيها ده سؤال بيعتمد على حفظي وفهمي لديفنيشنز التعريفات لازم نبقى عارفين كل كلمة تعريفها بالإنجليش عشان نوصل صح أول كلمة معانا جايانت جايانت يعني عملاق هنوصلها بي a very very big person يعني شخص كبير جدا جدا الكلمة الثانية اجراب بمعنى يمسك بي أو ينتزل هنوصلها بي تعريفها a very large building built a long time ago يعني مبنى كبير جدا بنية منذ وقت طويل بعد كده a very large building built a long time ago يعني مبنى كبير جدا بنية منذ وقت طويل دول ان تقطع شيئون ما او تقطع شيئون ما اخر كلمة عندنا cage يعني افص بمعنى a box in which we keep animals يعني عبارة عن صندوق بنربي فيه الحيوانات بقى احنا كده حلينا اول سؤال على الدرس الرابع نشوف الصفحة اللي بعد كده بعد كده هنا بقى انظر وقته هنا بنكمل حروف في الكلمة lime حرف i bean حرف i grape حرف i egg milk rice candy حرف i هنا بقى say then circle the odd one out كل ثم اضع دقرة على الكلمة المختلفة في نمبر 1 grape في نمبر 2 عندنا mango egg كلمة المختلفة في النط egg كلمة المختلفة fish كلمة المختلفة كيك كلمة المختلفة بعد كده read then listen and complete ثم استمع واكمل كلمة المختلفة بعض الورد sound the same but have different كلمة المختلفة في نمبر 2 gray stay كلمة المختلفة هنا بقى بالكمل الحروف i say let's play let's bake a cake بالكمل الحروف bake يخبز cake يعني تورطايا او كيكة snails have tails a and i and a and i بعد كده write three sentences with the words in exercise three اكتب ثلاث جمل بيستخدم الكلمات التي في التمرين three طبعا هنا 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 بعد ما كملنا الكلمات هنلل الجمل هنا i say let's play انا اقول هيا نلعب ثاني i say let's play نمبر 2 let's bake a cake هيا بنا نخبز صورطايا او كيكة نمبر 3 snails have tails snails have tails هنا منقول ان الحلزون له زيت كده جمع هنا بقى هنحل على decimal fractions الكسور العشرية طبعا قلنا الخمس عبارة عن 20 في المية او 20 من 100 الحاجات ده كده بتحفظوها النص 50 في المية الربع 25 في المية الخمسين 40 في المية التلت 33 من الف لازم نحفظهم علشان نعرف نحول الكسور الى كسور عشرية الكسر العادي ان اقول مثلا واحد على اثنين بسط و مقام الكسر العشري من انا ببدأ به زيرو وبعد كده point النقطة دي وبعد كده كده عندي ربع يبقى 25 عندي خمس يبقى 20 وهكذا هنا بقول لي look read and write the names انظر و اكتب الاسماء هنا دي كده قطع من الارض اسمناها لنصين الجزء اللي زرعناه يبقى 1 نص يبقى 1 احنا كده زرعنا جزء 1 من الثنين يبقى واحد على 2 الجزء اللي احنا زرعناه بنكتبه في البسط وبنجمع بقى الاجزاء ونكتبها في المقام هما كلهم جزئين احنا زرعنا جزء او امير يعني حسب بقى الشخص الي زرع امير زرع نص الارض يبقى واحد كده واحد من الثنين على الجزئين يعني ثنين يبقى اول حاجة كده مص طيب احنا بنحول النص الى كسر 10 ازاي 50% او 50 من 100 يبقى 0.15 الجزء الثاني من الارض طبعا هنا بعد ما نخلص تحويل الكسور الى كسر 10 هنذكر الاسماء هنا عندنا الارض 1.2.3 زرعنا منها التلت فقط يبقى الجزء اللي احنا زرعناه 1 على 3 تلت بنحولها لكسر 10 0.333 تلتمية تلت وتلتين من الف عندنا هنا كده قسمنا الارض الى 4 زرعنا ربع يبقى 1 على 4 الجزء اللي زرعناه في البسط وبنجمع كل الاجزاء اللي عندنا في المقام يبقى 1 على 4 الواحد على 4 يعني ربع بنحولها لكسر 10 25 من 100 بعد كده هنا زرعنا 3 أرباع يبقى 3 على 4 75 في المية او 75 من 100 هنا عندنا 1 2 3 4 5 هنا قسمنا الارض الى 5 أجزاء زرعنا جزئين يبقى 2 على 5 يعني 50 نحن قلنا الـ 5 الـ 21 من 100 يبقى الـ 50 أرباعين من 100 بعد كده هنا عندنا 5 الغمز الغمز 20 من 100 أو 20 في المية بنفس الطريقة هنا يقول لي ولاء 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 زرعة الثالث من حقلها الحقل بتاعها فين الثالث؟ هذا الثالث هنا هنكتب ولاء بعد كده أمير زرعة النص نشوف فين النص هنا يبقى ده أمير في نمبر ثري طارق زرعة الربع فين الربع ده الربع يبقى هنا هنكتب طارق في نمبر فور لبناء زرعة الخمس في نمبر فايف شريف زرعة 3 أرباع يبقى ده شريف يبقى الحقل ده بتاعش ريف في نمبر سيكس منار بلانتد هنا خمسين أوف هير فيلد يبقى كده احنا بنقول إن منار زرعة خمسين يبقى دي كده قطعة الأرض الخاص بمنار أو الحقل الخاص بمنار هنا بقى بقول لي ثين كان دريت فكر وقته هل تعلم إن أربع من عشرة بساوي أربعين من مية بساوي ربعمية من ألف يبقى دي بالساوي دي بالساوي دي يبقى ممكن نكتبها بأي طريقة من الثلاثة هنا بقول إن الثلث يعني واحد على ثلاثة نحولها لكسر عشري تلتمية تلاتة بثلاثة من ألف هنا النص يعني واحد على ثنين يعني خمسين من مية هنا الربع واحد على اربعة خمسة وعشر من مية الخمس واحد على خمسة يعني عشرين من مية ممكن نكتبها اتنين فقط ونشيل الزيرو ممكن نكتبها زيرو كوينت تنين زيرو زيرو نفس الطريقة كده هنا عندنا ثلاثة أربعة يعني ثلاثة على أربعة يعني خمسة وسبعين من مية هنا خمسين يعني ثنين على خمسة البسط ثنين على وبعد كده المقام الخمسة بالساوي أربعين من مية كده يا حباب أكون وصلت معاكم لناية الفيديو أسمكم فرعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته